خاطر السلطان بكل شيء لوضع حد لمعاناة أفسون وهناك لعبة من شأنها أن تجعل البحار وفسون الأعداء إلى الأبد يبدأ تلوح في الأفق ولكن هناك شيء واحد لا يأخذه أي منهم في الاعتبار فتح كينان عينيه أخيرا ويريد الانتقام بينما تعاني عائلة أتاحا أيضا من انهيار داخلي لم يعد أحد آمنا الربيع الخداع النار أردى كما يتحول كل شيء إلى مكان الحريق وهذه النيران على وشك أن تبتلع كل منهم عمر مصمم للغاية على الاستيلاء على بحر في غضون 24 ساعة والنار سوف تلقي بظلالها عينيه حتى يتمكن من دوج عمر الذي هو بعده والحصول على بحر هناك أناس في كل مكان سيستخدمون وضع بحر وضعف السلطان بشأن أبناء أخيه لمصالحهم الخاصة يبدو الأمر كما لو أن هذه عملية تفكك لعائلة أتاحان أيضا رحلة بحر وإفسون حامل بأحداث غير متوقعة ستبدأ فترة جديدة من حياة الجميع هذه العملية التي تقرب الأخوين قد تعني في الواقع نهاية كل شيء علم آتي أن كينان هو الذي استأجر مطلق النار الذي قتل عائلته أي أنه أوفى بأمر ديبي أتاهان لكن نار الانتقام التي تغلف الذات بأكملها مرة أخرى تؤدي أيضا إلى سلسلة من الأحداث التي ستقود حياة أحدائه إلى الدمار صد طلقات نارية في قصر أتاهان يمكن أن تثق لحماية وإنقاذ بحر والطفل في بطنها الآن عمر يذهب على الفور بعد الحادث لأن هناك جريمة قتل في الوسط الحي غير المحظوظ يصبح جسدا واحدا ضد الشرطة ولكن الآن السبيل الوحيد للخروج من بحر وإفسون هو الهروب بدأ الرئيس الجديد لمكتب جرائم القتل إرمر عزيز في البحث في ملفات أفسون القديمة جميع الجرائم التي كان يعتقد أنها مغطاة على وشك أن يتم الكشف عنها مرة أخرى من قبل عمر كلما رأينا كيف أن عمر هو شرطي متهور كلما فهم إفسون بشكل أفضل أبعاد الخطر الذي يواجهه لم يتبق شيء لإفسون أن أرودا يمكن أن تأخذ القوة من غير حبها وطفل في بطنها إفسون وبهار تشهد فرحة كونها تتوقع طفلاً عنه ومع ذلك فإن رد فعل الإعصار يحطم سعادة بحر آتي دز يفعل كل ما في وسعه للحصول على والده من السجن لكن جهوده ستقوده إلى مواجهة بعض الحقائق التي ستسعجه تكتشف الشرطة أيضاً أن عفان وراء كل شيء لكن ليس من السهل لمس هذا الرجل القوي والمظلم يجب على سكان الحي غير المحظوظ أن ينتقموا لا يصدق الرجل الذي واجهه في السجن ودع أنه والده لكن الحقائق مزروعة أمامك مثل الجدار على وشك أن يفقد والده مرة أخرى بعد 24 عاماً بالضبط الأخبار المؤلمة التي جلبها الربيع ستكون الضربة الأخيرة التي تدمر النار وقد ابتلعت المياه المظلمة من مضيق البوسفور الغنائم والسلطان والصراع بين اثنين من الأمهات جلبت ليس فقط أنفسهم ولكن أيضاً أسرهم إلى حفة كارثة إتش إرليا التي رأت إثسون وأردا يقبلان بعضهم البعض لم تعد قادرة على كبح جماح غضبها إتش إرليا التي رأت إثسون وأردا يقبلان بعضهم البعض لم تعد قادرة على كبح جماح غضبها في حين تحولوا كل من قصر أتى هانس والحي غير المحفوظ إلى ساحة معركة فإن الأحداث التي وقعت في عرض الأزياء لا تعطي النتائج المتوقعة لفسون إثسون يحتاج إلى هجوم جديد وزينب هي أيضاً في قلب هذه اللعبة صعد جمال الذي انفصل عن زينب إلى القصر كسائق إنج إنه ليس الوجه الجديد الوحيد بين الأتى هانيين ديسمبر كما وجد سيمر المفتاح لدخول القصر بالقرب من محمد أمير ما يجلب الجميع ضد بعضهم البعض هو أن آتي وبهار يقرران الزواج بقرار مفاجئ هذه المرة دون إعطاء أي شخص الفرصة لمنعه الرغبة لديها فرصة واحدة فقط الآن للكشف عن فويا كينام الذي أعطى البندقية في يديه بإكراه كينام سيمر على وشك الاستقرار في حياة محمد أمير بشكل دائم ولكن كما كنت التحقيق الذي هذه المرأة الشابة الغامضة هي تظهر صورة مفاجئة وفي الوقت نفسه فإن فصل الفصل بين إفسون وأردى على وشك الدخول في مرحلة جديدة السلطان من ناحية أخرى هو بعد إنقاذ حياة زينب أولا وقبل كل شيء يفتح نجاح الإفسون أيضا مسارا مختلفا تماما لزينب لكن ما يخشاه غنيميت وجمال يحدث لهما لقد بدأ السلطان بالفعل في ضلال زينب الذي يعد له بالثروة والنجاح السلطان والغنيمة تواجه بعضها البعض نهاية الصراع بين الأمتين تتحلل إلى أماكن مظلمة للغاية الغنائم على استعداد للمخاطرة حتى الموت بدلا من فقدان زينب منزل حنيفة تحت الحصار الآن يتخلى بحر عن كل شيء ويقول أتاهان وداعا لحياته محمد أمير يلوم سيمر على ذلك لكن كينان يتخذ خطوات جديدة لاستخدام سيمر من ناحية أخرى غير مدركة لألعاب كينان تظهر على الفور أسنانها لمرأة شبة تحاول الدخول في حياة شقيقها الملجأ الوحيد للربيع هو النار ومع ذلك من الضروري أن تزيل النار الرغبة تماما من حياتهم أولا أرزو من ناحية أخرى مصمم على جعل شخص ما يدفع الثمن إذا كان سيخسر آتي بدأ سلطان وأردى الذان أدرك أن أفسون مفقود وآتي ريس الذي لم يتمكن من الوصول إلى بحر على الجانب الآخر بحثا كبيرا للعثور على الأختين ديسمبر 1 ديسمبر 1 بدأ السلطان وأردى بحثا كبيرا للعثور على الأختين كما سيواجه أردى وإسماعيل وجها لوجه لإنقاذ أفسون ديسمبر من ناحية أخرى يسير محمد أمير في فخ كينان الجديد امرأة غامضة تظهر فجأة على وشك قلب حياة محمد أمير رأسا على عقب الغنيمة في السجن مصممة على إخدار زينب بكل الحقائق عن والدتها الحقيقية ومع ذلك تمكنت حنيفة بالفعل من الركوع للسلطان في الحي أن الحياة هي معلوماتي الفيديو انتهت هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات